بالعودة إلى الملف العراق ومعركة الموصل ونبقى طبعا بشق أيضا داعش المتواجد أينما كان من بغداد دكتور يشامل هاشيمي الخبيث في الجماعات المتشددة أيضا حول معركة الموصل تحديدا مساء الخير أهلا بك معنا إذن كنا نتحدث بالملف العراقي عن قيام داعش بمحاولة تشتيت الأنظار بهجوم على مناطق أخرى في العراق وليس فقط في الداخل كما تحدثنا الآن هو يحاول أيضا تشتيت الأنظار من خلال هجوم آخر في باكستان والذي كان يعني لم يكن بالهجوم السهل نتحدث عن أحد أعنف هجمات هذه البلاد هل تؤثر هذه في العمليات التي تدور على الأرض أم أنها مجرد دعاية كما قال دكتور ماهر حقيقة نعم هي جزء من دعاية إثبات وجوده لكن هناك أمر ليس بخفي على من يتابع هذه التنظيمات المتطرفة حتى في ولاياتها المنتشرة المنقسمة بين ولايات لها أرض التمكين في الموصل وما شابه وولايات في أرض تسمى دار الحرب التي هي أمنية سرية عموما المركز لهذه الجماعات لا يعطي أموالا حتى يرى إنتاجا وهذه الفعاليات هي في الغالب لإثبات وجودها أنها عاملة وبالتالي تصلها المبالغ المالية بحسب اعترافات الكثير من المعتقلين من الإداريين والماليين أن الأموال والرواتب والمخصصات تأتي على قدر الإنتاج لا على العدد والطاعة وبالتالي هذه الفعاليات في المناطق المتعددة سواء كانت في العراق أو في باكستان اليوم هو المقصود منها الحصول على مساعدات مالية من المركز المركز تنظيم داعش ليس فقط الدعاية الإعلامية أتفق مع دكتور ماهر لكن هناك شيء آخر هو مهم أن هذه الفروح هي بحاجة إلى أموال والمركز لا يعطيها تلك الأموال ما لم تنتج عملاً إرهابياً ضمن عقيدته ومنهجه طيب تقييمك للمعارك على الأرض اليوم دكتور هشام مع ما يقوم به التنظيم كمحاولة التصدي نتحدث عن نتحدث عن محاور عديدة بس نقطة نتحدث عن قيامه بتفخيخ جسور طبعاً نتحدث عن أيضاً إنجازات للقوات العراقية واستعادة الرطبة منها بشكل كامل ما تقييمك لهذه التحركات على الأرض حقيقة اليوم هو التاسع من معركة قادمونيا نينوى هذا اليوم مجمل قتل داعش من الوحدات التي تسمى بالوحدات التكتيكية المعرقلة تجاوز الألف ومئة قتيل في الجبهة الشرقية والجنوبية من الموصل بالإضافة إلى منطقة الرطبة وكركوك هذه مواقع الأحداث التي حدثت في تسعة أيام أيضاً هو استهلك أكثر من 150 انتحار بعملياته في الغالب كانت 137 منها فاشلة بسبب استخدام القوات العراقية الصواريخ المضادة لدروع داعش التي تم تزويدها من قبل التحالف الدولي التحالف الدولي استطاع في الموصل وأطرافها أن يدمر 130 مبنى للقيادة والسيطرة سبعة معسكرات مهمة لتنظيم داعش بالإضافة إلى شبكة أنفاق تمتد بمجملها إلى 70 كم داخل الساحل الأيسر وأطراف الموصل أيضاً في هذه المعركة داعش خسر كتيبة كاملة من الغماسين 127 في كركوك وأكثر من 100 في الرطبة بالتالي هذه خسارة كبيرة خسارته للكتاب الانتحارية خسارته للغماسين والوحدات المعبتلة هذا ماذا يقول لنا عن نحن في تسعة أيام صحيح يعني ما زال الوقت هناك وقت كثير ماذا يقول لنا هذا عن وضع التنظيم على الأرض نتحدث عن معركة الموصل أهم معقل طبعاً لداعش في العراق نتحدث عن معقل لن يستسلم فيه بسهولة ولن ينقى أحد أو شيء طبعاً عن داعش وعم عن إرهاب داعش خاصاً عندما ذكرنا قبل قليل أبرز الهجمات التي قام فيها داعش بباكستان لم يسلم أحد يعني من أبرز المستهدفين كان دائماً مستشفيات وأطفال ونساء وضعه على الأرض وما المخاوف ما الذي سيلجأ إليه كلما يضعف أكثر في أكثر ويعرف بأنه معركته خاسرة في الموصل أولاً سوف يتخذ من المواطنين دروعاً بشرية يكون متوحش في إدارة غضبه وانتقامه وبالتالي سوف يصرفها بتبريرات بائسة في قتل الأطفال والنساء تحت عنوين شرعية متأولة وفاسدة أيضاً هذا التنظيم سوف ينصهر في حالة من الهروب والذهاب إلى مواطنه خاصة الأجانب منهم وربما تبدأ في داخله نوع من أنواع التوبة والصحوة كما حدث في بعض أحياء الموصل إذن التنظيم إلى انهيار لكن سوف تكون ردات فعله الانتقامية كبيرة باتجاه المواطنين والآمنين في أماكن هي رخوة أو مستقرة نسبية باختصار لو سمحتنا نتحدث اليوم في تحذيرات عديدة أولوند ذكرى اليوم رئيس الفرنسي وتم طبعاً عرفنا وزراء دفاع التحالف أيضاً قيموا الوضع في الموصل وما قالت إليه العملية حتى الآن أولوند حذر من عودة مقاتلين الأجانب إلى بلادهم أو إلى سوريا تلحظون هذا يعني هو شيء بملحوظ على الأرض فرار العديد نتحدث عن هذا المشهد واضح على الأرض هذه المخاوف لم تعلن يعني هذا اليوم ليس الأول الذي تعلن فيه نعم واضح لدي من تقارير الموصل من الداخل أن الكتيبة الخاصة بالعرب والأجانب هي كتيبة الطارق من زياد انخفض عديدها من 1800 مقاتل اليوم الملاحظة أنها أقل من 700 مقاتل عودة وفرار الكثير منهم إلى مواطنهم الأصلية هذا يعني تهديد كامل لأوروبا أنا أشكرك جزيلاً دائماً من بغداد دكتور يشامل هاشيمي الخبير في الجماعات المتشددة شكراً لك